اهلا ابنائي طالبة السنوية العامة في مراجعة ليلة الامتحان عبر بوابتنا الجميلة اخباري اليوم وموقعنا الرائع سكولز تيوني النهاردة هناخد اهم الاسئلة يلا كده اجهز معايا استعد ونشوف مع بعض السؤال الاول اللي احنا هنتكلم عنه طبعا انا زي ما احنا قولنا بيجيتني في الامتحان 14 جملة 14 سنتنزز عن الفوكاب وعن الجرامر وكمان عن كمان السكيلز معلش هتتعف في الامتحان تقرى الجملة مش مرة واحدة وخلاص لا اراه مرتين تلاتة وافهم معناها وابدأ استبعد الاجابات اللي هي مش تبعك خالص ممكن تلاقي كلمة مش عارف معناها ما عنديش مشكلة بس ابدأ استبعد وابدأ اشوف الانسب اجابة مين فيهم لو انت عملت ايه للنظام الجزائي بتاعك هتشعر بالانهاك يا طرع ميوتد عارفين طبعا ميوت يعني يكتم او يخفض الصوت لو انت غيرت النظام الجزائي بتاعك تمام ميوتد يعني يلاحظ او يضايب الملاحظة معناها يؤثر او تأثر يا طرع اني انسب اجابة لو انت ميوتد بايت بلاين اكيد لا اوكي يبا احنا نعمل ايه هنبدأ كده في الامتحان مع بعض ميوتد دي طبعا نستبعدها طبعا يعني اه هي انسب اجابة بس مش هستعملها قبل ما بص على الباقي الاجابات لان ممكن يجيب لي كلمتين في نفس الجملة فيه واحدة اقوى من التاني اوكي ناطد اكيد لا واكيد امباكتد معناها تأثر اوكي يبقى هنا في الحالة دي لو انت غيرت النظام الجزائي يبقى ايه ايه اوتود اوكي اكسلنت يا شباب كويتشن نمبر دون سيلز امبلايز نييد تو هاف افكتيف سبيس سكيلز سيلز امبلايز اللي هم موظفين المبيعات نييد تو هاف لازم يكون عندهم افكتيف ايه سكيلز مهارات ايه مؤسرة لازم يكون عندك ايه مؤسرة عشان تعرف تعمل مبيعات كويس كونسيكوينز اكي يعني معناها زا ريزلت نتيجة يعني ولا يكون افكتيف كوكينج مالي بالطبخ اكيد الناس بتقولها لستبعد كوكينج دي خالص ولا تريتمينت علاج مهارات علاج انا مالي للمبيعات بالعلاج اكيد لا لازم يكون عنده ايه انتر بيرسونال طبعا مهارات شخصية كل واحد فينا لازم عشان يكون ماهر في المبيعات لازم يكون عنده انتر بيرسونال سكيلز اكي ايه دي الاجابة الصحية كوكينج نمبر سريه هي وز فور نوت كومبليتنج هستاسك انتايم هي وز ايه فور نوت كومبليتنج اللي هو ما اكملش هستاسك المهمة بتاعته او المهم انتايم في عندي كلمة انتايم يعني انتايم انتايم يعني في الوقت المحدد اوكي لكن انتايم يعني في الوقت المناسب يعني ممكن يكون اتاخر بس في الوقت المناسب اوكي يا طرح هتبقى ايه فور نوت ايه حصل له ايه سكالدد ولا ميندد ولا كواليفايد ولا فروند فيه ناس بتقول انا مش عارفة ترجم سكالدد دي معناها ايه طيب ميندد صلحة ولا كواليفايد اهلة ولا فروند عابسة يعني حزن يعني عشان يبقى هم واضح كده لما حد ما يعملش الواجب بتاعه او المهمة بتاعته لازم بنعمله ايه سكالدد يعني سكالدد بنلوم او بنوبخه يبقى اجابة الصحيحة عندك هنا مين كلمة سكالدد يبقى اذا هنا بنستبعد الكلمات اللي هي غير مناسبة وابدأ اشوف انسر اجابة ايه كوستشن نومبر فور يترى عنده مشكلة ايه في رجله يترى عنده مشكلة ايه في رجله اكيد استحالة هنستبعد فيزيكال اه الناس بتقول فيزيكال يعني الجسمالية اموشنال عاطفية في رجله اكيد لا مشكلة سياسية في رجله طبعا اكيد ايه خاطئة يبقى هنستبعدنا كل ده ايه بقى اكيد مفيش غير كمية مين مدام دي كانت في امتحان حبابنا في امتحان الازهر الفين اربعة وعشرين في حال السرية دي اللي لسه متحنينه الازبوع اللي فات اوكي فنركز في الحاجات دي بتبقى مهمة جدا يبقى فيزيكال يعني ان هو ايه السيرة الزاتية او السيفي زي ما احنا بنقول على فكرة فيه اللي هو نطقه اسمه كيريكاليام فيتاي اللي هو بالبرتش ماشي وفيه عندي اسمه كيريكاليام فيتي بالامريكا عشان لو انت سمعته نطقه مختلف يبقى كيريكاليام فيتاي ده بالبرتش لكن كيريكاليام فيتي اللي هو بالامريكا يبقى يا ترى اني واحدة فيهم الـ HR ده طبعا لا السيفي ادي السي ودي الفي يبقى هي دي الاجابة الصحيحة بي ايه اللي هي اختصار الفيزيكال ايديوكيشن اجابة خطأ اي تي اللي هو يبقى الاجابة بتاعتنا مين رفع عليكو اللي هي السيفي يالله ركز عالجملة دي يالله اعلم معايا اهي من الاسئلة المهمة لازم نركز على الانتنام والسينام السينام والانتنام لازم نركز عليهم جامد جدا جلومي معناها ايه بيقولك كلاودي وجلومي جلومي معناها اكسلنت في ناس بتقول دارك مسلمة طب يا ترى جلومي عكسها ايه السؤال ده مهمة شباب اهو علمنا عليه نركز شوية يا ترى ايه دارلي ولا دارك ولا برايت ولا فرايدن احنا زي ما احنا لسه قلين جلومي معناها دارك ايكوال دارك مش طبعا خالص السماء طبعا هو بقولك مظلمة هقوله كيف اكيد لأ هنستبعدها ايه بقى جلومي ولا ايه لدارلي ايه بقى ازن الاجابة الصحيحة اللي هي ايه رائعين جدا لشباب برافو عليكم ده جي لحبيبنا اه اصدقان اللي هم في اولى جامعة زي ما نتعب لكم ان شاء الله لما شوفكم السنة الجاية فولا جامعة وتسمعوا الحلقات بتاعتنا اي كن شير معناها يشارك ويسدم يعني الحكمة يعني بابايا من خلال حياته اكيد يعني يكره اكيد لا ولا يعني يكتسب اه يبقى انا اقدر او انا اعتقد ان انا هقدر شارك الحكمة اللي بابايا اكتسبها عبر زمانه او عبر حياته يبقى ازا هنا جيند هي الاجابة الصحيحة اكيد لا اكيد لا يبقى عرفنا الاجابة الصحيحة اللي هي ايه جيند نجيب محفوظ نجيب محفوظ يا ترى كان كاتب ايه مني يونج اثور وير افكتد باي هز ستايل مني يونج اثور وير افكتد باي هز ستايل يعني مؤلفين كتير تأثروا بالاسلوب بتاعه يا ترى نجيب محفوظ كاتبنا الرائع المؤثر اه اللي هو ليه اثره ليه اه يعني رواياته اللي احنا بنحب نقرأها كتير جدا يا ترى انفرطايل ولا 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 برافو عليكم فيه ناس بتقول انا هستبعد يعني ده حاجة غير خصبة فيه حاجة اسمها كاتب غير خصب طبعا لأ يعني غير ملهم الناس كلها بتتأثر باسلوب بيبقى اكيد حد مش ملهم يبقى دي برضو اجابة خاطئة لحسة انا بعمل ايه بستبعد برغم ان انا عارف الاجابة اللي هي ايه انفرنشوال انفرنشوال دي قلنا اللي هي معناها مؤثر اكيد ايبقى الاجابة الصحية انفرنشوال دي كويتشن نومبر ايه كويتشن نومبر ناين زا ايلدر برازر يوشولي ريسبونسيباليتي فور هز يونج سيستر زا ايلدر برازر الاخ الاكبر يوشولي عادة سبيس ريسبونسابلتي فور هز يونج سيستر ده طبعا جيه في امتحان تلاتة وعشرين السنة اللي فاتت نركز احنا قلنا تركيزك هيبقى ايه وبراجعة ليلة الامتحان كتاب المفاهيم منصة لونجمان مواقع الوزارة كتاب المدرسي وكتاب الورك بوك طبعا اكيد موجود معنا دول اللي هو المصادر اللي انا بحل معاكم النهاردة اسئلتها عشان كده لازم نركز كويس جدا الاخ الاكبر دايما يتحمل المسئولية مسئولية اخواته الصغار اكيد يعنيه كلمة يتحمل المسئولية احنا فيه تعبير حفظينه اسمه ايه يصنع المسئولية ولا داز ولا اتشيفز ولا تيكس براجعة لكم كلنا قلنا فيه تعبير نحفظه مع بعض اسمه اسمه تيك ريسبونسابلتي تاني نقوله مع بعض تيك ريسبونسابلتي يبقى الاخ الأكبر يتحمل مسئولية اخواته والبنات يبقى دي الاجابة الصحيحة يبقى الاجابة الصحيحة تبقى تيكس طبعا احنا عارفين اي جملة في الانجليش لازم تبدأ بسبجيكت بقى كده بقى كده بقى كده يبقى هناك مفروض محتاج ناون الناون هنا لما يجي في اول الجملة وما يكونش عندي فاعل زي احمد زي مونا زي علي ولو عايز اخلي البرب بقى بخليه في الجيراند ايه الفيرب في الجيراند ده يا مستر ايمن اللي هو البرب بلاس اي ان جي وده جي في امتحان تلاتة وعشرين لاخواتنا اللي هم في اولى جامعة او بالكم ان شاء الله يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي ايه اكسلنت تبقى بيينج انا عمل لكم شوية اسئلة رائعين جدا ياريت نركز عليهم كويس القرية لقد نظمت القرية لقد نظمت القرية يعني ايه يعني فرم فرم ده اللي هو المنتدى يعني ايه منتدى اللي هو ايه يا ترى مهمة ولا ديفيجن ولا بروفيت ربحة او نفع ديفيجن يعني تقسيم او قسمة ولا ميتينج اكيد كلمة ايه اجتماع يبقى عملوا ايه عملوا اجتماع عشان ينقشوا مشاكلهم اوكي يبقى الاجابة الصحيحة ايه ميتينج سؤال 12 هم عيشون في بيكتشارسك فيلا هم يعيشون في بيكتشارسك فيلا بايزاميل وقام بيكتشارسك هل يطرى بيكتشارسك يعني ايه اقلي بيكتشارسك واضح كده معناها ايه ده فيلا بايزاميل فيلا جنب النيل نركز يا شباب فيلا جنب النيل يبقى بيكتشارسك اللي هي معناها ايه يعني بيكتشارسك تمام اكيد بيوتيفول اكيد واندرفول اكيد يبقى الانتنم بتاعها ايه عكسها ايه اكيد مش كالرفول اكيد مش لافلي عكسها يبقى اكيد الاجابة الصحيحة اجلي اجلي يعني وقح او قبيح شكلها مش حلو عكس مين اكيد كويتشن نمبر ثيرتين ده جفة متحان الاسترشادي هام جدا وده من الديفنيشن اللي هي مهمة جدا نركز عليها يا شباب اوكي السؤال ده بيقولك ايه هارم او انجري ذات ريزلت او بي ريزلت فروم او جاكجوينت اسكولد كل الناس ده بتقولي تعريف البياس التحيز وفي كلمة تانية بتسويها اسمها ايه بريجيديس اكسلانت اكيد الاجابة الصحيحة مين فيهم برايد طبعا لا بيس سلام بايراسي قرصنة ولا بريجيديس ايه دي الاجابة الصحيحة بتاعتنا كويسشن نمبر فورتين ماي برازر ايز ا او ان دوكتور هيويل جيت هز ديجري نيكست هير هيويل جيت هز ديجري نيكست هير هيحصل على الشهادة بتاعته او الدرجة العلمية بتاعته في السنة الجاية يبقى واضح كده اخويا دكتور ايه ترينر ولا تريني ولا امبلاير ولا امبلاير ترينر ده شخص مدرب يعني هو بيدرب تريني متدرب يبقى لو محد يكون بيدرب يبقى تريني امبلاير ده شخص موظف امبلاير اللي هو صاحب العمل يبقى مين اقوى اجابة فيهم اكيد مش ترينر دي لقى ولا امبلاير دي لقى هو بيقولك لسه هيتخرج يبقى واضح كده تحت التمرين بيدرب لسه او بيتمرن لسه يبقى الاجابة الصحيحة مين يا شباب برافو زي ما انتو قلته بالظبط تبقى تريني كويتشن نمبر ففتين زمان واضح رجل اللي بشانب كبير زالتل باي راناوي الولد الصغير جري وانهي صوهم اول ما شافه على طول ده جي في متحان 23 يا طرق السؤال ده عبارة عن ايه؟ مدام في واضح يا شباب هنا واضح دايما بيجي بعدها يا اما ادجيكتف يا اما ناون اسم يا اما اسم يا اما سيف الراجل اللي هو بشانب كبير كان ايه بالنسبة للولد الصغير اول ما شافه جري احنا عندنا لازم ادجيكتف فين الادجيكتف اللي هنا؟ عندي دي ادجيكتف وعندي دي ادجيكتف يبقى هنستبعد فريت وهنستبعد فريتنز اوكي يا شباب طيب اني اقوى فيهم اولا الادجيكتف اللي بتنتهي ب اي ان جي هي اللي بتأثر في حدوث الصفة مهمة جدا للجملة دي يبقى هنا لما الصفة عندك تنتهي ب اي ان جي يبقى الشخص ده هو اللي بيسبب الخوف اكي؟ لكن ال اي دي ده الشخص المتأثر ده شخص ايه؟ متأثر لكن الشخص ده هو اللي مؤثر يا طاجر الرجل ابو شنب كبير هو اللي اثر في الخوف ولا هو اللي تأثر بالخوف هو اللي كاف؟ ولا هو اللي خوف برافو عليك وزي ما انت قلت بالزبط في بعض المشكلة بتقابل ابناء الطلبة في بعض الناس بتقولك ال اي ان جي مع الاشياء وال اي دي مع الاشخاص المعلومة دي خاطئة بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة يبقى ال اي ان جي؟ لأ لما الشخص هو اللي بيكون او الشيء بيأثر في الحاجة دي هو الشخص المؤثر لكن اللي بيقى عليه الصفة المتأثر يبقى ده بنضيف له اي دي؟ وضع كده الرجل ابو شنب كبير اه اوكي خوف الولد عشان كده الولد طبعا يبقى الاجابة الصحيحة فرايتنينج تمام؟ الله عليكم كويتسون نوبر سيكستين الله عليك السؤال ده جامد جدا يلا ركز معايا جون هاز فري اكسبرينز انذف كايند جون هاز فري هاز فري اكسبرينز هنا طبعا يعني خبرة اوكي خبرة دي كاونتابول او انكاونتابول ناون اسم بيتعد ولا لا يعد اكيد الخبرة حاجة لا تعد يبقى اذا هنستبعد افيو ونستبعد فيو طب ايه الفرق بين ليدل واليدل طبعا اللي فيها الا بتكفي اللي من غير الا لا تكفي يبقى جون عنده خبرة ايه جدا في النوع ده من العمل السؤال ده مهم جدا ركز معايا فيه جاي يا شباب يبقى هنا مدام فيه طب دي تنفع ودي تنفع بس دي تنفع صحيح لو ما فيش يعني لو ما فيش ينفع عشان فيه خلص يبقى هنا قولت جون هاز اليتل لكن هنا فيه شكرا مش هتنفع خالص مدام ما فيش هنا مدام هنا موجودة يبقى اذا الايجابة بتاعتنا تبقى مين تبقى اليتل من غير الا تمام كده وصلت سؤال 17 ده جي في امتحان اظهر 24 جي في امتحان الاظهر لسا الاسبوع اللي فات ده جي في اعني ايه خلاص احنا بالسبعين يبقى واضح كان بيتكلم بصوت ايه لو احنا زي ما نكون بالسبعين زي ما نكون بالسبعين زي ما يكون طرش من الاخر يبقى طبعا بيتكلم هنا واضح كده هنا فيه مدام فيه انا عايز عايز حال والحال دايما لازم يكون اخره يبقى اذا دي ممكن تمشي تاني هنقول اها دي تمشي احنا حال مبدئيا يعني يبقى هاخدية او دية تمام طب بس بعد كده اتبقى على حسب المعنى يبقى هنا بالنسبالي هي اتكلمت بايه زي ما نكون احنا طرش يبقى قد اعم اتكلمت بكويتلي زي ما احنا تكون طرش من توس بسنا زي ما يكون طرش وارا بتكلم بصوت عالي زي ما نكون احنا طرش من السبعين برافو عليك يبقى اذا هتبقى ايه الاجابة الصحيحة لا ودي ليه هنستبعد كويت ليه يبقى انا عرفت انا بعمل ايه هارا الجملة ما بصش على الاجابة هبدأ ابص على الاجابات بعد ما فكر انا عاوز ايه انا عرفت هنا ان انا عاوز ادفيرب يبقى ببدأ ابص على الادفيرب وخليهم ايه بحث في الاجابات اللي هي مش طابعي اصلا ده جي في امتحان ازال 24 انا عرفين كلمة فورجيت يعني ينسى كلمة فورجيت بيكي بعدها ينفع حاجتين يا تو المصدر يا اي ان جي الاجابتين دول شغالين معايا مبدئايا قبل ما بص على الجبلة يبقى فورجيت يجي بعدها تو المصدر و اي ان جي دول الاجابتين اللي يمشي معايا يبقى دول كده شكرا بارك الله فيكم تمام طيب يا طرح هناخد مين هو طلب مني ان انا منساش ان انا اتكلمه الاسبوع الجاي يبقى ده بيذكر ان حاجة تحصل لو هو زكرني بحاجة لسه هتحصل يبقى تو المصدر لكن لو هو فورجيت تليفونينج يبقى هو ذكرني المكلمة يبقى هو كلمني بس بيفكرني ان انا اتكلمته يبقى في الحالة دي هناخد مين يا شباب برافو زيما انتو بتقولوا بالزبط الاجابة الصحيحة تبقى تو تليفون يبقى انا بعمل ايه اكيد كلكم ركزين معايا بشوف الجملة كويس هبدأ اخد الاجابات المحتملة و بعد كده اعمل تفاضل ما بينهم واشوف مين انسب جملة واعرف الاجابة الصحيحة بتاعتي ايه تمام كده كده اوكي ده جي في امتحان اظهر اربعة وعشرين فايندينك فايند 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 فايندد الجملة دي كده في الباسف اوكي الشركة يا ترى حصل لها ايه في الف تسعمية وتمانين مدام باسف يبقى لازم ادل اوبجيكت ادل اوبجيكت بعد كده ذير بي لو اووز يبقى نعاوز باست بارتيسبول بي بي يبقى نستبعد دي وهنستبعد دي السؤال دي بهم جدا نركز عليه اهو نقطة دي مهمة ركز معي يا شباب لو سمحتوا كل الناس بتقول فايند التصريف الثالث من فايند يبقى دي الايجابة الصحيحة يبقى الشركة وجدت سنة الف وتسعمية وتمانين ولا اسست فايند كفيرب ده فايند تصريف الثالث من فايند ده الباسف دي بارتيسبول من مين؟ من فايند باسط الابتيسبل بتاعه لووجه دي ايه اكي يبقى الشركة وجدت ولا تأسست لأن فيرد بفاوند كده بمعنى تأسس يبقى فاوند معناها يؤسس أو ينشئ يبقى هنا المتصريف الثالث منها فاوندد وهدي الإجابة الصحيحة يركز في شغل التركات ده يا شباب تاني بفور يعني قبل ودي بتعرفني إن فيه حدثين بيحصلوا قبل واحد بيليه الثاني الحدث الأولين بيكون باست بيرفكت والحدث الثاني باست سيمبل يبقى المفترض هنا مدام بفور في بيجي بعدها باست سيمبل لازم يكون قبلها باست بيرفكت لازم يكون قبلها باست ايه بيرفكت تمام كده بس هنا بيقول لك لمدة ساعة أنا قعدت أو إحنا قعدتنا منتظرين لمدة ساعة السؤال ده هام جدا اوكي يا شباب يبقى هنا واضح كده مش باست بيرفكت بس عشان حددلي الوقت اللي كان في الانتظار يبقى في الحالة دي باست بيرفكت كونتينيوز اللي هو ماضي تم مستمر لو هاد بين والاي ان جي تمام لكن في ناس بتتلغبط في الحاجات دي جامد جدا اوكي يا شباب طيب سؤال لقم واحد وعشرين اوكي عايز اقول لك هو ذهب فرنسا مرتين هذا العام وهيروح الاسبوع الجاي تاني ايه ده ده فرنسا دي للشارع اللي وراء انا قلت ايه ولا هاز جان ولا هاز بين ولا ويل هاف جان دي الاسئلة اللي بتلغبط في اسئلة اقول لك حاجة ابناء الطلب الشطري اللي هو عايز يرخص بيقول لك انا باخد اطول جملة باخد اطول اجابة فيقول لك ويل هاف جان دي انسب حاجة طبعا لا اولا هنا ذهب عارفين كلمة ذهب في لها معنايين في عندي حاجة اسمها في عندنا حاجة اسمها هاز جان وهاز بين ايه الفرق بين الاتنين دول الاتنين دول بمعنى ذهب بس هاز بين زهب وعاد لكن هاز جان زهب بس لم يعد يبقى يا ترى الاجابة مين الاقوى هو راح فرنسا برتين السنة دي ورايح تاني الاسبوع الجاي يبقى رجح ولا لسه برافو عليكم اكيد هنا ذهب وايه ذهب وعاد يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى ايه هتبقى هازبين كوستشن نمبر 22 سام جستز تيرند اونكسبكتدلي ازهر توني توني فور تيرند اون يشغل تين اوف ياطفي تين داون يواطي تين اوب يعالي اه تين اوب معناها يعالي وايكوى الاتيندنت اتيندنت يعني حضر ايه ببعض الجستز حضروا بطريقة ايه غير متوقعة يبقى ازا ولا تيرن اون ولا تيرن اوف ولا تيرن داون يبقى الاجابة الصحيحة تيرن اوب كوستشن نمبر 23 يو بي فيري تايرد افتر زيس لانج جيرني انت تبدو تعبان جدا بعد الرحلة طويلة جدا ده حاجة اسبهها الاحتمالات او الديدكشن اولا عندك رحلة طويلة انت كان في المية بتبقى تعبان استبدأ انا لو رحت مشوار نص ساعة بتلاقيني براجع هالكانو وتعبان جدا فلا يبقى كده انا اكيد بنسبة كبيرة لو الاحتمال انا شور منه متأكد ان الحاجة دي حصلت بقول عليها كلمة اسمها ايه اولا الديدكشن هنا يعتبر معايا تنفع مصد وتنفع كانت بس الاجابة الاقوى مين اللي هي مست هي الاجابة الصحية ده طبعا جيف امتحان اظهر اربعة وعشرين هنا على الريلاتف كلوز ضمائر الواصل طبعا عارفين ضمائر الواصل هول العاقل هوم ليه ضمائر المفعول هوز للملكية انا بقول لك اللي بتاعته هو المهارة بتاعته يبقى واضح كده مدام جاب لك اسم ودي مهمة جدا يا شباب الجملة دية نركز عليها نركز على صفات وضمائر الملكية والريلاتف كلوز مهمين جدا هول العاقل اللي جاد العاقل هوز لدمائر الملكية وعندنا هوم لدمائر المفعول وهوير للمكان وين للذمن يبقى هنا في الحالة دية اللي قدامنا مدام في يعني مهارة بيمتلكها مصطفى يبقى دي ملكية يبقى الاجابة الصحيحة تبقى ايه تبقى هوز كويتشن نمبر طويني فايف لا الجملة دي جميلة جدا وجات امتحان تلاتة وعشرين وكان من الاسئلة اللي عليها درجتين اللي احنا قلنا فيه اربع جمل بتبقى بدرجتين في تركات الجرامر والسكيلز بيقول الجملة بتقول ايه العربية بتاعتك ايز اقولك بالحظ بالصدفة يعني العربية اشترت ولا اشتريت واضح كده مستر ايمن مدام الجملة بدقة بباسف يبقى انا عاوز ايه مبني للمجهول ومبني المجهول هنا في الجملة اللي قدامك دي مين اللي هنا هاف بوت اشترت طبعا هنستبعد هاف بوت هنستبعد باي هنستبعد بوت يبقى دي كلها اجابات غير مناسبة تماما يبقى دي كده عشان باسف نركز في الباسف يا شباب اي حاجة انت وقف معك محتاج تفسير اكتر او توضيح اكتر ياريت تكتب لنا في الكومنت واحنا هنرد عليك على طول ان شاء الله يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى هاف بين بوت لان ده هنا الباسف كويتسول نومبر تويني فيكس افتر احمد هاز فيلد انز ابليكيشن فارب جملة دي جميلة جدا جت برضو في 23 شباب السالة اللي فاتت ودي كان عليها دراجتين قاعدة افتر افتر هقول لكم بدلوقتي افتر كل الرابط بتاعة البرزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت او الباست بيرفكت كل الرابط دي هقولها لكم في ايه في نفس الحلقة النهاردة ان شاء الله افتر احمد هاز فيلد انز ابليكيشن بعد ما احمد ملق الابليكيشن بتاع الشغل بتاعه هيا ترى هاف انترفيو ولا انرفيو ولا بي انرفيو ولا بي انرفيو اولا هنا بعد افتر في عندك بمجرد ما بشوف افتر السؤال ده مهم جدا السؤال ده مهم جدا يا شباب ركز معايا في النقطة دي بعد افتر بيكون عندك لو جيه هنا بريزنت بريزنت بيرفكت يبقى لازم بعدها ويل بلس انفينتف ادي ويل موجودة عايز بعدها انفينتف يبقى هنا في الحالة دي ومدام باسف يبقى مدام باسف يبقى ويل بي يعني احمد بعد ما بلأ الابليكيشن سوف يجرى له انرفيو تمام كده ايبقى في الحالة دي يبقى لجابة الصحيحة تبقى بي انرفيو اكي قواتون نمبر 27 دون وري ما تقلقش الجملة دي نركز عليها في حاجات كتير جدا بقول ركز عليها وبنعمل عليها علامة دي جات في متعان 23 مش بالزبط لازم يجي لك نفس الجملة مش بنقول كده بس بنقول نركز في التركات بتاعت السؤال مدام لقينا باي تمورو مورنينج مدام باي ووقت في المستبل ايبقى ده اسمه اسمه فيوتر بيرفكت فيوتر بيرفكت دون وري يور تليفون باي تمورو مورنينج يا ترى قبل ما بص على اجابات بمجرد ما شفت باي وفي وقت في المستبل وانا مغمض عناية لازم يكون فيها ويل هاف والتصريف التالت للفعل خلاص ويل هاف والتصريف التالت للفعل الناس راح تقالتلك بس بستر ايمن حلهنة قبل ما نبص على الجملة طبعا انا قلت ويل هاف والتصريف التالت للفعل كل حمالي بيقالوا الاجابة ايه برضو عليكم بس اجابتكم للأسف غلط ليه لان تليفونك هيكون تصلح مش هو اللي هيصلح لو انا قلت يبقى تليفونك هيصلح قبل بكرة الصبح هو فيه تليفون بيصلح لا يصلح يبقى ده البسف بتاعنا يبقى لازم دي الاجابة الصحيحة لكن هنستبعد بي ونستبعد سي يبقى دول الاجابتين اللي بعاية بعد كده لما هفهم الجملة كويس يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي مين يا شباب الله عليكم يلا اهي الاجابة الصحيحة will have been fixed رائعين جدا جدا يا شباب اهي الاجابة الصحيحة ولا have lived ولا we're living ولا will live الناس بتيجي في جملة زي كده وابقى مش عارف اخطار الاجابة الصحيحة حدث بدأ امتى انا من ساعة ما افتكر ان هم عايشين في البيت ده ما مشي لاش من مكنة يبقى ده هنا اسمه ايه حدث بدأ في الماضي ولسه ليه اثره لسه ليه الاصر بتاعه موجود يبقى ده في الحالة ده اسمه present perfect present ايه perfect اللي هو بتكون من مين جملة ده مهمة جدا هم جدا يا شباب اوكي يبقى هنا في الاجابة بتاعتنا هتبقى ايه have lived هي الاجابة الصحيحة 29 بفور ما ها بابلش ده الريبورت شي سبيس سيفنتين ديفرنت ستس اوف ريزلت حدي بفور ودي باست زي ما احنا قلنا بفور بعدها باست سيمبل يبقى اوتوماتيك انا عايز باست باست ايه تمام باست بيرفكت يعني لازم هاد باست بارتيسبل بس اول ما بشوف الجملة ادي قبل ما بها قبل ما تطبع التقرير بتاعها هي سيفنتين ديفرنت ستس هاز تستت طبعا لا هاز بيه طبعا هاز استحالة دي ودي ما ينفعوش في عاية خالص يبقى هنا هنا في الاعجابة بتاعتنا اللي هي هاد تستت طب مستر ايمان هنا في سيفنتين ديفرنت ست طول ما قال لك عدد مرات معين ما باخدش المضارع المواد التام المستمر لكن لو قال لك وقت محدد مثلا في الحالة دي كان ممكن اخد هاد بين تستينج اكي يبقى هنا لو قال لك وقت لكن لو قال لك عدد مرات يبقى في الحالة دي باخد الباست بيرفكت مش الباست بيرفكت كونتينواز اكي قسون نمبر ثيرتي معلش انا يعني جاب لكم شوة جمل كده هم قاوا كتير بس لازم نفهمهم كويس جدا في خطأ معين في حاجة غلط في الصورة دي طبعا انا شفت صورة وفيها خطأ مش عارف احط يعني مش عارف ابتشفه في تعبير لما يكون متحير في اكتشاف حاجة معينة السؤال دي مهم يا شباب معلش يعني تاني السؤال ده نركز عليه كويس جدا في تعبير اسمه طبعا لا في ده 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 اكسبريشن مهم جدا لما تكون مش عارف توصل لحاجة معينة ا Cena can't put my finger on it ايب enh ايبه ده السؤال القرص 30 31 ايه? البيولوجي? البيولوجي احنا عارفينه علم الاحياء. طبعا اكيد لا. ده بقول لك دراسة التاريخ البشرية. اكي? طبعا اكيد مش ولا 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 يبقى مين اللي هو اللي هو علم الايه? علم الاصار. ايبقى هنا الاركيولوجي ايبقى دي الاجابة الصحيحة. سؤال ده مستر ايمن ما بنعرفش نحلو بنحس كل الامثلة او كل الجمل زي بعضها السؤال ده بدرجتين يا شباب. يعني ده من الاسئلة ام درجتين من الاخر. طب احلو ازاي? همسك كل جملة وافهم ايه دنياتها. اولا الجملة اللي قدامك اللي هو ايه? الكلام المباشر. ماشي? لما نيجي نلاقي في عندنا كلام في لازم يكون فيها علامات التنصيص. ودايما يكون قبل علامات التنصيص في في الفصلة. الفصلة اللي هي من تحت اللي عليها الكومة. اسمك كامون كي? يبقى لازم هنا يكون في ايه? تمام? يكون في كما يبقى شكرا. اول ايه? شكرا مش معايا قبل ما بص عليها. طيب هنا في كما وفي عندنا موجودة. يبقى تمام. دي شغال لجد دلوقتي. في كما بس مفيش الاسبيتش مارك. اذا هو ايه الجمال ده? يبقى احنا كده بنعرف نحل من خلال الايه? الاستبعد. يبقى انا استبعدت مين? ايه? واستبعدت سي. طيب قدامي مين ومين? بي ودي. هنا الكويتشن مارك خارج الايه? الكويتشن مارك. علامة الاستفام دايما بتبقى موجودة داخل الاقواص يعني هنا هو. يعني شكرا انت كمان مش هتنفعت. عم بص للاخرى ممكن تكون المصيبة ما تنفعش كمان. لا الحمد لله. هنا داخل داخل علامات التنصيص بتاعتنا. يبقى الاجابة الصحيحة لا عليكم. فعلا في ناس بتقول الاجابات صحيحة مع انا. رائعين جدا جدا يا شباب بالتوفيق ان شاء الله. اه ما عليش شواء خلاص قربنا انخلص. بس ايه? الاسئلة دي لن يخلوا ان شاء الله امتحان عشرين اربعة وعشرين منها بازن الله. قلنا ده للسؤالة بدراكتين. اوكي? عندنا بيجيب لك اربع جمل الناس بتحس ان هما شبه بعض تماما. اذا ده ما فيش منهم بينهم اي اختلاف. لازم ابدأ كده كل جملة. لازم تبدأ بحرف دابليو او اول حرف لازم يكون في كابيتل. ادي كابيتل كلهم ده بالحمد لله كلهم كابيتل. وين طبعا هنا لما احنا قلنا بنعمل اكتر من حاجة كل جملة بيكون بعدها الكاما. اول حاجة دي مش هيكون معنا الكاما يبقى هنستبعدها. اي اه اول واحدة جات سهلة معنا الحمد لله. طب اهو كما تمام. التلاتة دول زي فل. اي اول باي فروتس. اي اول باي فروتس. اندي دي بتبقى في الاخر. شكرا يا سي. يبقى كده احنا استبعدنا ايه واستبعدنا سي. كيا يا شباب. طيب. يبقى كده عندي المقارنة. هقارن بين بي ودي. وين وجود شوفينج. وين وجود شوفينج. اي ويل باي فروتس. اي ويل باي فروتس. فيشتابلز. فيشتابلز. تمام. كل جهد كده تمام. اند هيربس. اده مفيش كاما هنا. انا خلاص كده انهيت الجملة. مش محتاج الكاما دي. يبقى ازا دي كمان بيه الاجابة الخاطئة. يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي لتر دي. كده اعتقد عرفنا ازاي نتعمل مع السؤالة بدراكتين. اول ما بشوف هاردلي. هاردلي. نو سونر. سكيرسلي. بيرلي. تاني. هاردلي. نو سونر. بيرلي. سكيرسلي. لازم يجي بعدهم هاد. والسبجيكت. والباست بارتيسبول. تاني. هاردلي. هاد. سوبجيكت بي بي. يبقى ازا هز. سوري. شكرا. مش تبعي خالص. هي مش تبعي تماما. مش الناس بتاقدية. طبعا لا. لازم يكون هاد قبل السوبجيكت يا حبيبي. يبقى دي الخطأ. يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي لتر بي. سؤال خمسة وتلاتين. زي رييتر ريفيزت. وات هي بي فور ات وز ببليشت. وات. هز ريتن. واز ريتن. هاد ريتن. از ريتن. هنا عد قادة بيفور. اكي. بقولك زي رييتر ريفيزت. وات هي بي فور ات وز ببليشت. قبل بات وراجع. يبقى. قبل ما تنشر. اكي. يبقى الكاتب راجع اللي هو ايه. اللي هو كتبه. يبقى هنا في الحالة دي. ده هنا عايز ايه هنا. مادام بيفور. جات في النص. يبقى قبلها باست بيرفكت. وبعدها باست سيمبل. باست سيمبل اده هو موجود. اكي. يبقى انا عايز ايه هنا. عايز باست بيرفكت. يبقى ازا هنا دي مش ملهاش لازمة خالص. هنا دي برضو ملهاش لازمة تماما. دي اكيد برضو ملهاش لازمة. يبقى الاجابة الصحيحة تبقى هاد ريتن. اكي. كوستشن نمبر سيرتي سيكس. احمد هز جوت احنا مادام جاب لك كاما وكوستشن مارك يبقى هنا عايز ايه اللي هو الكوستشن تاج. السؤال المزيل. السؤال المزيل ده عبارة عن ايه حبيبي? عبارة عن كلمتين. ايه هما? فعل مساعد معكوس وضمير فعل. تاني فعل مساعد معكوس. ابص للجملة اللي عندي. الجملة هاز مثبت ولا مانفي. الله عليكم الناس بتقول مثبت. يبقى اذا الجملة هتبقى هازنت. واحمد يبقى هي. كلنا هنفكر في هازنت هي. صح? كلنا مقتنعين بالكلام ده. طبعا للأسف لا. ليه? عشان هنا عندي كلمة لتل. لتل دي معناها قليلا لا يكفي. قليلا بس ايه? لا يكفي. ودي دايما بتفيد النفي. يعني احمد عنده قليل من المية. يعني حاجة مش مكفيات. في الحالة دي تبقى كده جملة منفية. كده ليتل يبقى كده جملة ايه? منفية. يبقى انا لازم اخليها جملة مثبتة. يبقى اذا دي مش هتنفع. يبقى الاجابة الصحيحة. طبعا دز مش هتنفع ودز انت مش هتنفع. يبقى الاجابة الصحيحة. هتبقى ايه يا شباب? برافو عليكم زي ما انتو قلتو. هتبقى هاز هي. دي مهمة جدا 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 جدا. جب لك اه لتل يبقى جملة مثبتة. يعني لو جب لك اه لتل يبقى دي كده جملة مثبتة هتبقى هازنت هي. جب لك نفس الكلام. افيو وفيو. جب لك افيو يبقى جملة مثبتة فيو بس يبقى جملة منفية. ايه ده هي فرقة اه طبعا. يبقى الا بتثبت. افيو جملة مثبتة. فيو وليتل بس دول كده بمعنى قليلا بس لا يكفي في الحالة دي تعتبر جملة منفية. اوكي يا شباب. احمد هاز ايه ده نفس الجملة. هنا في لتل هنا في اليتل. يبقى دي كده جملة مثبتة. الناس طبعا استرقامل موضوع سهل جدا. ركز اللي تركد مهمة جدا ده. الاسئلة اللي في السلايد اللي انا باعرضها لك دي على في الحالة دي ده جملة مثبتة. بس هنا هاز ده فعل اساسي مش فعل مساعد. هنا هاز بمعنى يمتلك. في الحالة دي يبقى انا عايز فعل مساعد. استخدم مين? اكيد كلنا بنقول دز. يبقى ازا هنا هاز دي مش هتنفع. وهاز انت مش هتنفع. يبقى لازم مين? يدز يدزنت. هنا جملة مثبتة ومنفية. هنا جملة مثبتة. مدام جملة مثبتة. يبقى انا في السؤال المزيل هخليها منفية. يبقى الاجابة الصحيحة وهتبقى ايه? برافو عليكم. السؤال اللي جاي ده. يلا الله الله عليكم. السؤال ده رائع جدا جدا جدا. نون بلايز تينيس. نون بلايز تينيس. نون اختصر لكلمة يعني ولا واحد. على فكرة يا شباب كلمة عيلة عموما زي كلمة نون. كلمة نوبادي. اي حد من عيلة او من عيلة بادي. دول يبقى تاني عيلة ون. وعيلة بادي. عيلة ون وعيلة بادي. ايه ون وبادي دول زي مسلا هقول لك. اي واحد من دول. قلنا بتعمل معاملة الايه? المفرد. بيتعمل معاملة الايه? المفرد. لكن لما بنيجي نعود عنه بالضمير بنعود عنه بالضمير ذي. خلاص كده? يبقى الاجابة الصحيحة هنا هتبقى دو ذي. تمام كده يا شباب? طيب. اف هي سطاديد هارد. هي وود باس زا تست. اف هي سطاديد هارد. برضو هنا عايز الكوششن تاج. دي دين تهي ووضن تهي ديه في الحالة التالية. عشان ادي باس سيمبل ودي وود والانفينتف. يبقى لما نيجي نطرة نحط السؤال مزيل. هحط على الده. ولا حط على الجملة التانية بتاعت وود باس. اكيد هتبقى على الجملة التانية. وود باس. يبقى هنا وود الفعل المساعي. هنا مثبت. هنخليه منفي. يبقى الاجابة الصحيحة ايه? مرافع عليكو. وودن هي. which of the following is punky twitted correctly? did you know that i been working from home for two months? حاتم. did you know that i been? طبعا الجمل كلها شبع بعض. بس واضح كده تعالى نشوف. did you know that i'd been working from home for two months? حاتم. واضح كده المفترض هنا يكون في يعني دي الاجابة مش معانا. شكرا. طب هنا did you know that i been working from home for two months? حاتم. المفترض يكون هنا في كاما قبل حاتم المنادة. يبقى بردو دي اجابة مش اتبعنا. اجابة خاطئة. okay? did you? اذا كده احنا did you know that i been working from home? هنا مفيش الابستروفي. يبقى دي برضو اجابة مش هتنفع. يبقى ازا الاجابة الصحيحة هي دي اخر واحدة. يبقى عارفنا ازاي بحل السؤال ده? يبقى انا ببص للجمل كلها. اشوف اني انسب جملة صحيحة. السؤال اللي بعضه. سؤال اللي بعضه. سؤال اللي بعضه. سؤال اللي بعضه. سؤال اللي بعضه. هعتزر مش هتقدر تتكلم مع ابو بايد الواتي. هو زهب للسوبر ماركت او زهب للماركت. واضح كده زهب وعاد ولا لم يعد. واضح بابا لسه في الماركت يا شباب. يبقى في الحالة دي زي ما احنا اخدنا من شوية. في عندنا هاف جان او هاز جان وهاف بين. واضح كده مادام لسه مرجعش. يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى هاف جان. فورتو. افتر هي بريكفاست. هي سبيس هوم. هاد وينت. هاز هاد جوينج. هاد هاد وينت. هاد جاز. اولا الافتر احنا اتفقنا لها كزا حاجة. تعال نشوف الاول افتر بيجي بعدها ايه. بصوا معايا. يا اما يجي بعدها. بريزنت سيمبل. لو جي بريزنت سيمبل يبقى هنا وين بلاس انفينتف. لو جي برضو بريزنت بريفكت. يبقى هنا برضو وين بلاس انفينتف. لو جي هنا باست بريفكت. بيرفكت. هيكون هنا باست سيمبل. دي خاطة ايه? افتر عموما. يا اما بريزنت سيمبل او بريزنت بيرفكت يبقى معاهم وين. يبقى باست بيرفكت يبقى معاها باست سيمبل. تعال نشوف. ادي هنا هاد بس. وينت. طبعا هنا وينت كانت تنفع. لو هنا هاد وتصريف تالت. يبقى دي لأ. طيب هاز هاد ده مدارع تاب. المفترض يكون فيه وين. شكرا. هاد هاد وينت. اه دي ماشي. بس لازم نكمل الاجابات كلها. هاد جاز. طبعا اجابة خاطئة. يبقى الاجابة الصحيحة. يبقى مين? لتر سي. كويتشن نمبر فورتي ثري. اي امسو هانجري ببط زفوت از سبيس هوت سبيس ايت في عندنا تو تو في عندنا اناف ذات ستش ذات سو ذات اكيد طبعا كل عيلة ذات بيجي بعدها الجملة. لكن في حاجة واحدة بس. تو بيجي بعدها صفة. وتو التانية بيجي بعدها انفينتف. اللي هو مصدر. يبقى دي لالاجابة الصحيحة بتاعتنا. يبقى عرفنا قاعدة تو تو. تو صفة. تو مصدر. يبقى دي لاجابة الصحيحة. هي طالد مي زات هي ذا دي بيفور. والترافل اس ترافلين والترافل هاترافل ده اللي هو الربورتيد سبيتش. كلام الجير مباشر. طبعا احنا اتفقنا مدام كلام الجير مباشر. بحول الزمن للاقدم منه. ذا دي بيفور دي كانت اصلا كلمة ياسر دي. ياسر دي يعني باس سيمبل. الباس سيمبل احنا اتفقنا انه بيحول لايه? اللي هو يبقى في الحالة دي لازم يكون فيها طبعا دي يا لأ. انا نستبعد المضارع دي اصلا استحالة ودي استحالة. كان ممكن نفكر في دي او دي. دي مش هينفع ان دي. واللي كان هنا بنحولها الود. والجملة كانت ياسطر دي. يعني الموضي بسيط بنحوله الموضي تام. اللي هو هاد والباست بارتيسبل. موضي بسيط بنحولها الود. موضي بسيط بنحولها الود. طبعا اخبارت باباها يبقى لازم يبقى عندها جملة بعدها كده. لما اقول لك يبقى في الحالة دي انا بخبر حد. لكن هي بتقالت. يبقى في الحالة دي الاجابة الصحيحة مش طالت لان طالت لازم يكون فيه متكلم ومخاطب. لكن هي بتقول هي قالت. يبقى في الحالة دي هتبقى الاجابة الصحيحة من سيد. كاي. كوتس النمبر فورتي سيكس. اف اي هاد ايوز دي تاكسي. اي ات وذ امودرن وان. اي وين ريبليس. وود هف ريبليس. وود ريبليس. وود هف بين ريبليس. تسأل الله على الجملة دية. يلا ده سؤال مهم جدا. مين هيقولي اجابته? بيقف الحالة الكام? بسم الله ما شاء الله عليكم. ورأي عين جدا 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 جدا. ومتميزين ومتقلقين. طبعا الناس بتقول لك ايه? ادي هاد. هاد دي تبقى حالة تالتة. طبعا لا هنا حالة تانية. ايه اللي خلاها حالة تانية يا مستر ايمد? هنا بقول لك لو انا كان عندي يوز دي تاكسي. يعني تاكسي مستعبل. طبعا الناس اتغرت. انا خدت بالي يا لهوي. انا خدت بالي ان ده موضي تام. في الحالة دي لأ دي كده الحالة التانية. خلاص? مدام الحالة التانية يبقى دي يبقى انا عايز وود بلاس انفينتف. عايز وود والايه? والانفينتف. يبقى في الحالة دي هتبقى ايه? واللي مش هتنفع? دي برضو مش هتنفع لان دي كده حالة تالتة. دي حالة تالتة بس بالباسف. يبقى اجابة صحيحة تبقى وود ريبليس. ايوه بص نفس المثال. الفرق بين الجملتين ده ركز معي. اف اي هت ايوز تاكسي. لكن اف اي هت يوز اتاكسي. لو انا استخدمت تاكسي كنت وصلت بدري او لو انا اخدت تاكسي كنت وصلت بدري. في الحالة دي دي حالة تانية. لكن دي هنا حالة تالتة. يبقى دي حالة تالتة. يبقى لازم هاخد معاها مين? وود? وود هاف والباست بارتيسبل. يبقى في الحالة دي هناخد معاها مين? فين وود هاف والباست بارتيسبل? اللي هي لتر بي. وكي يا شابال? يبقى كده. كوستشن نومبر فورتي ايد. احنا خلاص قربنا نخلص الاسئلة دي. which of the following is structurally correct? where they to play well they would have won the match. had they played well they had won the match. if they played well they would win the match. should they play well they would have won the match. يا ترى ايني جملة السؤال ده مهم اهو. نركز يا شباب. السؤال رقم 48. ده كل الجمل اللي قدامك تي بداي الاف فبتعا نمسك واحدة واحدة. where? قلنا في بديل اف الحالة الكام الحالة التانية. لازم يجي بعدها فاعل قطول مصدر. يبقى دي كده بديل اف الحالة الكام الحالة التانية. يبقى لازم يكون معانا مين يا شباب. would will مصدر. انا would have. يبقى دي اجابة خاطئة. شكرا. لكن لو كان قالك would win the match كان ممكن. لو كان قالك هنا. they would win the match. لو دول مش موجودين كان ممكن. طيب. had they played will they had. they would have won the match. هنا had بديل اف الحالة. التالتة had فاعل. pb. بعد كده would have. والباست بارتسم. او دي انسب واحدة. بس مش اختارها دلوقتي. if they play. play ده هنا حالة اولة. يبقى المفروض هتبقى will. او apostrophe ill ill. مش هتنفع. لان هنا would. شكرا. should. بعدها فاعل. بعدها مصدر. should دي بديل الحالة الاولة والتالية. يعني لازم يكون هنا في will. والمصدر. يا اما would والمصدر. الحمد لله. ولا دي ولا دي معانا. يبقى دي كمان اجابة خطيئة. بقى الاجابة الصحيحة لها يا letter a letter b. السؤال اللي مهم يا جماعة. مهم جدا كمان. السؤال اللي بعده. buy this time next week. الله على الجملة دية. buy this time next week. يعني قبل الوقت ده الاسبوع الجاي. ده حدث هيكون اجتمل. خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه يا ترى؟ اول ما بشوف buy this time next week. يبقى ده اسمه future perfect. perfect. future perfect يعني ايه هو future perfect اللي هو will have will past participle. will have will past ايه؟ احنا موجودة عندنا will. يا ترى will we have for got have got our house painted? ولا we paint our house? ولا our house be painted? بنت? ولا be painting our house. طبعا احنا قلنا مدام في وينلي بقى لازم يكون فيها have. يبقى الاجابة الصحيحة. اهو معلش هنعمل ده كده عشان تشوفوا الاجابة. يبقى دي الاجابة الصحيحة. اللي هو have got our house bent. تمام كده؟ كده نكون خلصنا اهم الاسئلة الخاصة بالgrammar والفكام. انتظروني في حركة قادمة. هنوقش مع بعض باقي وصفات الامتحان. واهم الاسئلة المتوقعة لعام الفين اربعة وشرين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.